تحت شعار مكافحة الفساد يجري رئيس الحكومة الحالي محمد شيع السوداني تغييرات جذرية في شخص هيئة النزاهة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والهدف كما هو معتاد ملاحقة سراق المال العام من مختلسين وأصحاب صفقات فاسدة ليصبح هذا الشعار إعلانا دعائيا لكل رئيس حكومة جديد منذ عهد نور المالكي وما إن تمضي الأيام حتى يتضح زيف هذه الشعارات وتتفاقم مشكلة الفساد بشكل أكبر فيكون المتغير الوحيد هو إقالة الفاسدين لإفساح المجال لشخصيات جديدة تواصل مهمة سرقة موارد البلاد هذه المرة بخلاف المرات السابقة كما يرى مراقبون حيث أن حملة السودان ستكون جدية لكن ليس من مبدأ النزاهة وإعادة الأموال إلى الدولة بل من مبدأ تصفية الحسابات مع خصوم الإطار التنسيقي باسم مكافحة الفساد الشخصية التي اختارها السوداني في مراكز قيادة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أثارت مخاوف رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي والمقربين منه حيث عين السوداني أبو علي البصري قائد خلية السقور بوزارة الداخلية بمنصب رئيس هيئة مكافحة الفساد أبو علي البصري هذا سبق أن أقاله الكاظمي واتهمه بالعمال للخارج كما ذكر موقع ميدل إستئي ولعل ذلك كان بداية صراع علني بين قوى الإطار والكتل المتنفذة الأخرى ووصلت الأمور بالنهاية إلى تهديدات علنية من قياديين بالميليشيات بمحاسبة الكاظمي بعد وصولهم للسلطة الحراك الذي يقوم به السوداني لا يراد من خلاله تحقيق النزاهة وإنما جعلوا الفساد حكرا للإطار التنسيقي وزعمائه دون غيرهم من الفاسدين ترجمة نانسي قنقر